اشتركوا في القناة بادوي والي ولاية غرب دارفور الحديث في محاور مختلفة تتصل بحياة الناس هنالك في غرب دارفور وما يتصل بالشأن العام عموما اذا مرحبا بكم ومرحبا بك السيد الوالي سعداء بك في هذه الاطلالة عبر هذا اللقاء الخاص مرحبا سهيرين جدا ان نكون في ضيافة غنات الشروق ونتمنى ان نكون نخفي فيها الظل ونقدم ما يفيد المشاهد فيما يتعلق به ولاية غرب دارفور في كل الميالات ان شاء الله نعم بعد التحية لك ولمشاهد غرب دارفور ولمشاهدي قناة الشروق اينما كانوا على امتداد الوطن وخارج فدود الوطن لهم التحية مجددا وبدءا الانسان في ولاية غرب دارفور بالتأكيد مثله مثل الانسان في كل مكان والناس شوكاء في ثلاث من بينها الماء والكلاء فالحديث عن الخدمات الاساسية بالنسبة لولاية غرب دارفور فيما يتصل بالمواية العذبة او الصالحة للشرب للانسان والحيوان وكذلك الحديث عن الصحة نتحدث بداية عن المياه وخلقنا من الماء كل شيء حي فلأهميتنا نبدأ بها اولا بسم الله الرحمن الرحيم ولاية غرب دارفور ولاية احدى ولايات السودان اللي بداقع فيه الجزء الغربي من السودان تحدى من جهة الشرق ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور ومن الغرب وجنوب الغربي دولة تشاد بحدود تبلغ 700 كيلومتر ولاية تتكون من سبعة من ثمانية محليات حاضرتها ولاية محلية الجنينة ويعني هذه الولاية فيها تركيبة سكانية مختلفة تقطون اكتر من اربعين جبيلة مختلفة اشهرها جبائل جبيلة المساليد وجبيلة الجمر بالاضافة للجبائل العربية بمختلف بطونة جبائل الارينجا والتامى والبرقو وبقية الجبائل الأخرى والحمد لله إنسان هذه الولاية إنسان يتمتع به وعي عالي جدا كان لهذه الولاية أيضا دور كبير جدا في الحراك السوري اللي عم كل السودان وكانت له إسهامات ومشاركات الكبيرة جدا من خلال التظاهرات والوقفات والتأيد والسند اللي قامت به هذه الولاية الولاية صاحية واحدة الولايات اللي تأثرت بالأحداث اللي جرت في إغليم غرب السودان منذ العام 2003 الأمر اللي أدى إلى غصور كبير جدا في كتير جدا من النواعي الخدمية لهذه الولاية نعم طيب بالنسبة للخدمات الأساسية إذا كان في المياه أو الصحة والكهرباء لأي مدى استطعتوا يعني تعالجوا أثار الحرب اللي بالتأكيد يعني دمرت البنية الأساسية لهذه الموارد وهذه الخدمات بالولاية نعم الولاية نتيجة هذا التأثير بالحرب يمكن تأخر كتيرا في الخدمات الخاصة بها الإنسان خاصة بمجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وهناك بعض المحاولات اللي تمت في هذا المجال خاصة بمجال المياه رغم إذا علمنا أن حوجة إنسان الولاية من المياه تبلغ 27 ألف متر مكعب كمية الإنتاج الحالي الآن موجود لا تزيد عن 11 ألف متر مكعب هناك محاولات لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه عن طريق حفر الآبار عن طريق بناء الأحواط الخاصة بها التخزين والآن يمكن هناك حوض ديسة في مربع 13 بحاضرة الولاية بسعة 3 ألف متر مكعب هو يمكن بنهاية هذا العام يكون قد اكتمل وبدأ تخزين المياه فيه حتى يغطي احتياج المدينة من الجوز الغربي هناك أيضا خطة لحفر عدد من الآبار في وادي كجا لزيادة كمية بتاعت الانتاج بحيث أنه يكون المداد الماء مستمر الشبكة الآن جاهزة شبكة مياه المدينة وفي إطار فقط تكملت الكمية بتاعت الانتاج بتعلموها حتى يضخ في الشبكة وتصل المياه لكل أحياء الولاية أيضا فيما يتعلق به المحليات الخارجة هناك خطة ضمن ضمن الخطة بتاعت الميزاني بتاعت العام 2020 حتى يتم زيادة الانتاج فيها المحليات بالتوسع في حفر الآبار وإغامة الحفائر والسدود لتغطي احتياجات هذه المحليات من المياه إن شاء الله نعم المياه المتوفرة والمياه الصالحة للشرب بالتأكيد بتقل الإنسان من كثير من الأمراض لكن هناك مسببات أخرى للأمراض بتحتاج لمؤسسات صحية بمستوى على الأقل يلبي طموحات الناس في مسألة أنه يدعالجوا بشكل كويس ويستطيعوا أنه يتغلبوا على بعض الأمراض التقليدية اللي بتصيب الناس في مناطق زي غير بيدارفور نعم مشكلة الصحية مشكلة كبيرة ومشكلة كلها السودان الآن ولاية غير بيدارفور بها فقط مستشفى مرجعي ومستشفى الجنينة بالإضافة إلى 170 وحدة صحية موزعة على مختلف محليات الولايات العامل منها تقريبا 140 وحدة صحية هناك بعض الغصور والنقص خاصة فيه الكوادر الصحية بالإضافة إلى المعدات الآن من ضمن الخطة الخاصة بالتوسع في الخاطمات الصحية وتوطين العلاج بها الولاية الآن هناك مستشفى تخصص كبير جدا بيتم إنشاؤه من الموارد الخاصة بها الولاية بتكلفة تقريبا 157 مليون جنيه العمل فيه وصل مراحل متغدمة جدا تقريبا 90% والتزمت وزارة الصحية الاتحادية بتوفير كل المعدات والمواد الخاصة بهذا المستشفى حتى مع توفير الكوادر المتخصصة إذا علمنا أن هناك مشكلة كوادر خاصة في مجالات طب الأنف والوزن والحنجرة المسالك البولية والغلب وإن شاء الله وباكتمال هذا المستشفى حسب وعد إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحية الاتحادية بتنسيب أخصائيين كبار جدا في هذا المجال حتى يسموا في توطين العلاج إذا علمنا أن رحلة العلاج أو البحث عن العلاج من الولاية إلى الخرطوم مكلفة جدا خاصة مع ارتفاع تذاكر السفر إلى الخرطوم وبيضيف أعباء كبيرة جدا نحن في حكومة الولاية استطاعنا من خلال المحاولات والاتصالات المباشرة مع الشركاء خاصة في ديوان الزكاة والتأمين الصحي من التزام بتوفير أجهزة الترانين الماغناطيسي أجهزة الأشعة المقطعية حتى أنه نقدر نوفر خدمة علاجية متميزة لإنسان هذه الولاية أيضا كانت هناك مخيمات وغيمة في هذه الولاية في الفترة السابعة بالتنسيق مع منظمة البصرة الخيرية لغامة مخيم لها العيون بحمد الله تم تنفيذه حقق هذا المخيم الأغراض المرجوة منه وزيادة حيث تم إجراء أكثر من 1150 عملية عيون بالإضافة إلى توزيع نظارات ومقابلات بلغة 14 ألف مقابلة طبية أيضا تم تنفيذ مخيم لطب الأسنان بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية ونفذ هذا المخيم بشمل كل المواطنين الموجودين في الولاية الآن في الأيام الماضية تم تنفيذ أيضا مخيم لصحة الأنف والوزن والحنجرة بالتنسيق مع الإغوة في التأمين الصحي وإن شاء الله لن تغييف هذه المحاولات وستستمر حتى نستطيع أن نخفف كثيرا جدا من الخاصة لعباء الصحية بالنسبة لإنسان هذه الولايات نعم هناك أيضا يعني نحن نحب أن نشيد بها الدورة الكبيرة اللي بيكونوا في وزارة الصحة بولاية دارفور وكل الكوادر الطبية الموجودة للأدوار الكبيرة جدا اللي بيلعبوها من خلال الإسان في ترغية الخدمات الصحية من خلال غامة المرافق الصحية الخاصة بالإضافة للجهود الكبيرة اللي بتبذلوا الوزارة في عمليات إصحاء حال بيها واللي أدى بصورة كبيرة جدا إلى التقليل من المراد والأوبياء المستوطنة واللي بترد خاصة في فصل خريف ويمكن نكون الحمد لله يعني الوضع الصحي مستغر خاصة من ناحية وبائيات لم ترصد في هذه الأيام أي حالات بتاعة وبائيات إن شاء الله إن شاء الله أمن الصح والعافية لكل المشاهدين ولكل مواطني ولاية ضغرب دارفور فيه سلع يطلق على سلع استراتيجية من أهمها القمح أو الدقيق وكذلك السكر والمواد البترولية دي شكلت هاجز بالنسبة للمسؤولين على مستوى الدولة وكذلك للمسؤولين على مستوى الولايات وحتى المحليات فإلى أي مدى أنتم استطعتوا أنكم تجاوزوا المشكلات مع الوضع في الاعتبار أظن أن تكون بالنسبة لكم مسألة الدقيق أخاف لأن ثقافة الناس الغذائية هناك شكلها مختلف والله نعم لنا تمكن الثقافة الغذائية تغيرت لكل السودان وكل الناس بدوا يليو إلى الخبز نعم لسهولة ولكثير جدا من العوامل تكلفة المادية نعم نحن في الولايات بحمد الله نحافظ باستمرار على الاتصال مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالتوفير السلعتية الدقيق والوغود وتتم المتابعة منذ التحرك من الخرطوم حتى وصولها إلى الولايات وتم تكوين في هذا المجال تم تكوين لجنة اقتصادية شملت كل الاقتصاصين بهذا المجال حتى أنه يتم السيطرة والمراغبة الدقيقة لهذه السلعتين اللي ارتباطوا من الوسيق بحياة المواطنين نعم الحمد لله لأننا تشهد هذه السلع استغرار تام ليست هناك أي ندرة متوفرة والحمد لله لمرتصير بصورة طيبة وسنحافظ على ذلك من خلال عمليات المراغبة والمتابعة المستمرة فقد يطلب هذا الأمر برضو جهد المواطن في المحافظة عليه السلعتين ومنع أي عمليات بتاع التلاعب يتم فيه هذا المجال المواطن له دور كبير جدا مهما أنت حاولت من إجراءات برضو هنالك بعض الخرغات اللي ممكن تعصل وبعض ضعاف النفوس اللي بيحاولوا يصادوا في المال ويستغلوا هذه الظروب لتحقيق سريع جدا فبالتالي المواطن شريك في هذه العملية بتاعت الرغابة للمحافظة على هذه السلعة وخاصة أن الدولة بتدعمها بمبالغ كبيرة جدا فبالتالي هي مخصصة للمواطن يجب المحافظة عليها وتمشي لها الأشخاص المستهدفين بها إن شاء الله على ذكر ضعاف النفوس والناس اللي بتبحث عن الثراء حتى ولو كان على حساب المواطن المسكين أنتوا موقعكم الجغرافي بحادث عدد من الولايات وبحادث كمان دولة أخرى فمسألة التهريب للسلعتين الاستراتيجيتين الدقيق والوقود هل بتشكل لكم هاجس ولا مستطيعين أن نسيطر على الأمر بشكل كويس نعم نعم عملية التهريب هي أصبحت سرطان العصر يعني في هذه الأيام وأصبحت يعني هي وسيلة للكسبة السريع يجعلها الجميع يعني يبقى للغالبية العظمى من الناس أصبحوا يمتهنوا هذه المهنة باستخدام الوسائل المختلفة رغم الإجراءات والعمليات الكبيرة جدا الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية لهذه السلع لكن لم تتوقف هذه المحاولات بتاعت التهريب ويبتدع المهرمون الكثير جدا من الأساليب مرة بالعربات ومرة بالمواتر ومرة بالدواب وحتى بالأرجل وكل ما يعني يتم مضايقتهم في يبتكروا وسيلة طريقة أخرى يبتكروا وسيلة جديدة وهي مشكلة تشكل عقبة نحن لا نستطيع أن نقول لنا إنه حدين من عملية التهريب ولكن قلت بصورة كبيرة جدا وفي النهاية يعني لن تقيف محاولاتنا في الحد من هذه الصهرة نعتقد أنه الحل الأمثل والأنجع ليه وغف هذه الصهرة هو عملية تفعيل تجارة الحدود ما بين الدول المجاورة حتى إنه تمر هذه السلع بطريقة رسمية وتحقق العائد للولاية وحتى للمركز إن شاء الله نعم السيد الوالي نحن في خواتم موسم زراعي صيفي وفي كثير من أجزاء السودان توزيع الأمطار كان بنسب ممتازة ده أدى لإنتاج غزير ووفير أنتجت يعني كثير من الولايات محاصيل مختلفة فإنت بالنسبة لكم في غرب دارفور إلى إي مدى كان الخريف مثلا توزيع الأمطار فيه جيد وكافية لإنتاج يعني وفير بحمد الله تعالى معدلاته طول الأمطار في ولاية غرب دارفور بتتراوح ما بين الشمال إلى جنوب الولاية وبتبلغ 200 مليمتر في الشمال وبتصل زروتها في جنوب الولاية حتى 800 مليمتر هذا العام الخريف كان خريف كبير جداً امتدى لفترة طويلة أكثر من المعدل المطلوب ونحن في الولاية بدأنا الاستعداد مبكرة لهذا الموسم من خلال توفير الوقود والتقاوي وأيضاً تشكيل اللجان الخاصة به لفترة الموسم الزراعي بالنسبة للعروة الصيفية ونفس اللجان الآن هي متحركة ما بين كل المناطق المستهدفة بها الحصاد حتى نؤمن الحصاد ونضمن تماماً أن المواطنين استطاعوا أن يحصدوا محصولاتهم ويودعوا المخازن حقاً المزالة مزالة صعبة جداً والطلب التحرك في كل اللوقات خاصة أن الرعابة بعدها بيبدو رحلة العودة من الشمال إلى الجنوب لأن المناطق الشمالية بتكون كمية المئة فيها قلت وبتجه إلى الجنوب وهذه الحركة بتولد بعض الاحتكاكات ما بين المزارعين والرعاب ونحن نزع جاهدين في أنه يعني نخفف كثير جداً من الأحداث التي يمكن أن تنشف من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة جداً لها الغوات العاملة هناك بالإضافة إلى رجالات الإدارة الأهلية واللجان المساعدة اللي بيتموم به هذا الأمر ونحن نعتقد أنه الإدارات الأهلية اللعبة دور كبير جداً في رضغة نسية الاجتماعية ويزالة كثير جداً من الاحتغان ما بين المواطنين وقدرت أنها تحلح الكثير جداً من المشاكل اللي بتنشأ فيه هذا الخصوص والذي أضعمهم من جوع وآمنهم من خوف تحدثنا عن السلعة الاستراتيجية فيما تصل بالسكر والوقود وكذلك الدقيق وتحدثنا عن الزراعة والحمد لله يعني من خلالك اطمأننا على أنه الموسم الزراعي بتقديركم أنه ناجح من خلال التوزيع الجيد للأمطار والمحصولات التي تم زراعاته وإنتاجه حتى الآن بالنسبة للوضع الأمني في ولاية غرب دارفور كيف الوضع هناك؟ بحمد الله تعالى وتوفيقه يمكن أن يكون شهدت ولاية غرب دارفور هدوء واستغرار أمني كبير جداً حتى في الأيام اللحظات بتاعة الحراكة السورية الليدار وأداء بفضل الله هو جهود الأجهزة أو المنظومة الأمنية الموجودة في ولاية غرب دارفور المتمثلة في قوات الفرقة 15 مشاع وقوات شرطة ولاية غرب دارفور وقوات الدعم السريع وقوات جهاز المخابرات استطاعت هذه المجموعة وبفضل التنسيغ التام والتعاوم مبناتها أنها تحافظ على الأمن والاستغرار وحتى المنتلكات العامة والخاصة في أوقات الحراك والحمد لله نقول أنه قدرنا عبرنا بالولاية في هذه الفترة العصيبة إلى برى الأمان وده كل بفضل الله وبفضل جهود هذه الغوات التي بتبزو المجهود كبير جداً ولا زالت يعني تعمل من أجل ضبط كثير جداً من المظاهر الخاصة به التفلتات المظاهر السلبية اللي هو استخدام السلاح والمواتر والعمليات بتاعة التهريب وشاركت بفعالية كبيرة جداً في عمليات تامين الموسم الزراعي إن شاء الله الحدود المتسعة للولايات اللي بتربطكم بها جغرافياً وكذلك مع دولة تشاد بتصبح نعمة في حالة أن يكون في استقرار في هذه الولايات وحتى في الدولة المجاورة لكن بيبقى العكس لما يكون فيه اضطراب أو أي نشاط لا إنساني وخارج عن القانون في هذه الحدود ممكن نشكل لكم يعني مشاكل من ناحية الأمنية في أي مدى يعني تواصلكم الجغرافي مع الولايات المحيطة بكم وانعكاسوا على الوضع الأمن عندكم أول حاجة الانفتاح الجيد للغوات المسلحة والغوات النظامية الأخرى في هذه الولايات ساهم بصورة كبيرة جداً في إرساد عائم الأمن والإسترار أيضاً نحن نشيد في هذا المجال بالإخوة فيها غوات المشتركة التشهادية السودانية والتي لعبت دورة كبيرة جداً من خلال آلياتها ومنظومة العمل اللي بتقوم بها في حالة كثيرة جداً من المشاكل ويزارة كثيرة جداً من بوار التوتر في الحدود ما بين الدولتين أيضاً الإدارة الأهلية بجانبين بتلعب دور كبير جداً في هذا المجال ويمكن نحن نؤكد تماماً أن حدودنا مع الجولة التشهاد آمنة ومستغرة بصورة كبيرة جداً إن شاء الله بفضل القوات المشتركة نعم نتمنى أن نستمر هذا الاستقرار وهذا الأمن في ولاية غرب دارفور وفي كل ولايات السودان السيد الوالي يعني التعدد الإثني والقبلي لولاية غرب دارفور بالتأكيد بيكون يتأثر بالحرب يعني في الفترة الماضية وكثير من الجهود رسمية وشعبية بتحاول تلملم يعني أو ترتق النسيج الاجتماعي فدارين نتكلم عن التعايش السلمي في ولاية غرب دارفور بهذه المكونات المختلفة ويمكن يكون فعلاً الحرب كان لها تأثيرات كبيرة جداً وقد أدت إلى تغيير التركيب السكانية إذا علمنا أن ولاية غرب دارفور فيها أكثر من أربعين غبيلة هذه الغبائل نتيجة الحرب نزحت كثير جداً من غراء ومناطقها إلى حواضر المحليات طلباً للأمن والاستغرار في هذه المناطق هذه الأمر يعني يمكنه غير التركيب السكانية بتاعة الولاية لكن الحمد لله تعالى الجبائل الموجودة هي جبائل تربطة كثير جداً من علاقات الدم والنسب والمصاهرة وهي تعيش بصورة طيبة جداً مع بعضها البعض في كثير جداً من المناطق أيضاً يعني يمكنكم الإدارة الأهلية بها التنظيم والهياكل بتاعتها بتعتبر إحدى الكائزة الأمن والاستغرار من خلال العرفة التي تتمتها به والخبرات الكبيرة الخاصة به حالة الكثير جداً من المشاكل اللي بتنشف الحمد لله لم تشهد البلاي أي مشاكل غابلية تذكر وكل الجرائم اللي بتحصل لها جرائم عادية بتحصل في مختلف دول العالم وإحنا بنعوّل كثير جداً على الإدارة الأهلية خاصة في المرحلة المغبلة عشان هي تلعب دور كبير جداً في رسال صقافة السلام والتسامر وزالة الكثير جداً من بؤر التوتر والعلاقات ما بين القبائل المختلفة إن شاء الله أكثر يعني الأشياء الممكن تذيب هذه الخلافات وترتقى النسيج الاجتماعي الأنشطة إذا كانت للشباب للمرأة لغيره مثلاً نشاط الرياضي النشاط الثقافي وبالتأكيد في مؤسسات هي مسؤولة ممثلة في الوزارات وحتى على مستوى الوحدات الإدارية بنجد النفاء إجسام بتنظم هذا العمل فلو اتكلمنا عن النشاط الإنساني من حيث الإبداع يعني إذا كان في مجال الرياضة ومجال الثقافة وهي دارندوكة غنية بتراثة الشعب والفولكلور والأشياء الممكن تقرب من هذه اللحمة نعم الولاية يمكن هذه الأيام بتشهد حراك الثقافي والرياضي كبير جداً إذا علمنا أنه اتحاد المحلي لكرة الغدم بولاية غير بدافور بيضم أكتر من 43 فريق بتاعة كرة الغدم في مختلف الدرجات درجة الأولى والثانية والثالثة وشهد يمكن يكون الموسم الرياضي نحن الولاية الوحيدة اللي نفذت كل البرامج الخاصة بمنافسات الدوري المحلي وكاس السودان وغيرنا نعم الآن الولاية كان عندها ثلاثة فرق مشاركة فيه فريق المريخ وفريق الرابطة الجنينة هم مشاركين فيه الدوري التاهيير الممتاز والحمد لله يتقدموا بصورة كويسة كان عندنا فريق ثالث اللي هو فريق النيل والحمد لله يعني هو تقدم مرحلة كويسة نعتبرها ممتازة ولكن يعني الآن تعطلت مسيرته نبحث عن حظوظه المرة الجاية نعم حظوظه المرة الغادمة تكون أكبر خاصة إنهم يكتسبوا تجربة كبيرة جدا الولاية فيها كثير جدا من المناشط الصغافية كانت بيننا في الأيام السابقة فرغة البالنبوه الفرغة اللي هو التراث اللي بيجمع كل مكونات الشعب السوداني تراث قومي وكانت حضورا نعم كانت حضورا في الولاية وغامت طافت كل محليات الولاية وقدمت يعني السهل المنتنع فيما يتعلق بتراث كل قبائل السودان كان يعني لها أثر كبير جدا في النفوس أيضا عندنا فرغ فرغ المرحاكة وفرغ خاصة بولاية غربي دارفور كان لها تمثيل كبير جدا خاصة إنها هي ظهرت ضمن محرجانات الغوات المسلحة بعيد الخمس وستين وقدمت مشاركة وفازت بجائزة المسع نعم بنقول لهم هنيئ لكم بهذا التراث بهذا التواصل الثقافي والاجتماع والرياض نتمنى أن نشوف عندكم فريق في الدرجة الممتازة خاصة إنه يعني في ولاية في دارفور عندما ممثلنا في بطولة الدورة الممتاز كبرى البطولات في السودان إن شاء الله نحن يعني لن لعله يادا في تقديم كل أشكال الدعم والإسنات للفرق الولاية الممثلة في الدورة المواهية للدورة الممتاز حتى إنها يعني تتبوى مراكز متقدمة وينعاكز ذلك إيابا وحافظا لسكان ولاية غربي دارفور وبنعتقد إنه الرياضة واحدة من الممسكات الوحدة وممكن يعني تلعب دور كبير جدا فيه ما يتعلق به توحيد المجتمعات وإن شاء الله نحن نعوّل عليها كثيرا جدا وسنظل ندعم هذه البرنامج لتفجير طغات الشباب فيما ينفع الولايات إن شاء الله نعم السيد الوالي يعني كل هذا الجهد يصبح لا قيمة له إذ لم يكن هناك السلام والسلام عندما نتحدث عنه لم يكن قاصرا فقط على ولاية غربي دارفور وإنما كل شبر من أرض هذا الوطن هناك مفاوضات بجبا تحضظين عاصمة العاصمة الجنوب السودانية برعام سيل فاكير وهناك مفاوضات بدأت وستستأنف من جديد سنتحدث عن هذا المحور محور السلام ولكن بعد هذا الفاصل نتمنى أن تبقوا معنا المشاهدون الأفاضل مرحبا بكم من جديد دعونا إليكم بعض الفاصل في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بسعادة اللواء الركنة عبدالخالق بدوي والولاية غربي دارفور للحديث في عديد المحاور كنا قبل الفاصل ذهبنا عكس مجرى النيل إلى جبا للحديث عن مفاوضات السلام وبالتأكيد مدينة دارندوكا الجنينة عاصمة غربي دارفور وغيرها من عواصم وحواضر ولايات السودان المختلفة تترقب نتائج طيبة لهذه المفاوضات حتى تفضي لسلام ينعم به أهل السودان جميعا سيدة الولاي تفضل لنسمع لرأيك فيما تعلق بأمر السلام السلام هو الحلم المنشود كل السودانين ونعتقد أنه هو السلام مفتاح كل احتياجات السودان مفتاح التنمية مفتاح الاقتصاد مفتاح الاستغرار وده بيوفر علينا فرص كبيرة جدا صح هو طال انتظاره لكن أن تأتي مداخرا خير من الله تأتي ونتمنى أنه ربنا يكل المساعي الغائمين على هذا الأمر وأنه بأسرع فرصة ممكنة أن الناس يبقوا على التفاقية السلام حتى يعني نستطيع أن نبني وطننا في ظل جو معافة خالي من كل المشاكل وأنا أعتقد أن مفتاح التنمية في هذه الولاي بالذات هو السلام السلام اللي ممكن يفتح لنا فرص كبيرة جدا إذا أعتقد أنه ولاية غرب دارفور تزخر بكثير جدا من الإمكانيات خاصة في مجالات الأرض والمجالات الانتاج الزراعي مجالات الانتاج الحيواني وحتى مستوى المعادن وأنا أعتقد أنه السلام ممكن يكون هو البشارة الكبيرة جدا اللي ممكن يقدم إلينا في هذا المجال إن شاء الله نعم نتمنى أن نتحقق السلام ولكن يعني السلام الذي بحثنا عنه في منابر مختلفة في سنوات خلط ولكن لم يتحقق السلام المأمول بالدليل أننا الآن نبحث عن السلام في ممبر جوبا الناس يتحدثون والمراقبون يتحدثون عن أن السلام في السودان في جولات الماضية في الاتفاقيات التي تم توقيع مؤخرا أو في الأزمان السابقة لم يخاطب جذور المشكلة وسلامهم فوقيا بين النخب السياسية ولم يكن له يعني بعد على أرض الواقع باعتبار أن الذين اكتووا بنيران الحرب هم المواطنين الذين يعيشون إذا كان في دارفور أو في النيل الأزرق أو في جنوب كردوفان فهذا يعني يحتاج في هذه المفاوضات الجارية أنه الناس تبشر بالسلام ويكون شركاء ويحسوا بأنه هناك عمليات سلامة الآن مفاوضات جارية فشنو الممكن يبقى في ولاية غرب دارفور حتى أنه على الأقل المواطن يكون في الصورة ويكون هو ذاته الشريك أصيل في عمليات السلام والله نحن نعتقد أنه السلام يعني بات غابروسينا أو أدنى ونلاحظه قدامنا خاصة من خلال جولات التفاوض والوفود الكبيرة جداً اللي وصلت إلى السودان الخاصة بها لأخوة في حركات الكفاح المسلح الآن هم موجودين بيننا ودي في السابق ما كانت موجودة قبل ما يوطع السلام قبل ما يكتمل التفاوض حتى يعني يكتمل التفاوض هم لا موجودين وحضور وأبدوا يعني حراك تزغيفي أو تنويري لكل مكونات السودان خاصة جولاتهم اللي تمت في ولاية السودان مختلفة ونحن ولاية غرب دارفور أيضاً حظينا بوصول يعني أكتر من ثلاثة وفود حركات الكفاح المسلح جوع اللي يبشروا بالسلام مروا على كل المواضنين استهدفوا كل الشراء حتى النازعين في المهسكرات للتبشير بالسلام الغادي إن شاء الله واستصحاب رؤيتهم من خلال اللغاة اللي تمت حتى إنه يتم عكسها في جولات التفاوض في جولات التفاوض إن شاء الله نعم ونعتقد إنه هو ده السلام الحقيقي اللي مبني على مخاطبة جزور المشكلة وحلها نهائياً إن شاء الله نحن مستبشرين خير إن شاء الله ستكون هذه الجولة يعني جولة حاسمة وتصل إلى مراكز مغدمة جداً من السلام إن شاء الله نعم الحرب التي دارت في دارفور يعني أفرزت بالتأكيد إفرازات سالبة بموجيبة هجر كثير من الناس قرائهم ومناطقهم الأصلية منهم ما نزح داخل ولايات السودان المختلفة منهم من خرج خارج الحدود باعتباره لاجئاً إذا كان في تشاد أو جنوب السودان أو غيرها من الدول المجاورة كانت هناك مساعي لعودة طوعية وربما بدأت لكنها لم تستكمل وهناك كثير من التحديات حتى تنجح هذه العودة الطوعية حتى السلام الذي تحدثنا عنه نتمنى أن يتحقق أيضاً إذا ما تم هناك مطلوبات لهذه العودة الطوعية نعم فعلاً الحرب كان لها تأثير كبير جداً وهجر الكثير جداً من المواطنين إلى غراهم وولاية غرب دارفور أيضاً تأثرت بهذه الحرب ولجأ هؤلاء المواطنين إلى حواضر الولايات خاصة يزعي من أنه عندنا في ولاية غرب دارفور عدد 22 معسكر للنازحين في حواضر الولايات في المحليات في الجنينة في كلبس في فور برنقة في هبيلة في كرينيك في كل المحليات صاح بدأت عمليات عودة طوعية لعدد من المواطنين وتقريباً زي 215 غرية هي الغورة الحاسية حتى الآن عادت تقريباً عدد الأسر الموجودة في هذه 64 ألف أسر حتى يعني تكون هذه العودة عودة مستدامة يطلب الأمر أن توفر الخدمات الأساسية لهؤلاء المواطنين خاصة خدمة الصحة والتعليم والمياه المياه ضرورية جداً حتى أنه يستغير هؤلاء المواطنين وهم الآن في فصل الخريف جوهوا وزرعوا كثير جداً من الأراضي نحن أعتقد أنه السلام حيحقق مزيد جداً من العودة الطوية ولكن هذه العودة تتطلب توفير المعينات الخاصة بهذه العودة وده التحدي الأكبر خاصة أنه إذا كان علمنا أن هؤلاء المواطنين في معسكرات النازحين غير مساهمين بالإنتاج بصورة واضحة عودتهم إلى مناطقهم باستصلاح الأراضي وممارسة أعمالهم بصورة كويسة سيسهم مباشرة في الاتصال وزيادة الإنتاج إن شاء الله نعم أيضاً يعني بالنسبة للمعسكرات النزوح أنت ذكرت أنهم هم متلقين للخدمة أكثر أنهم يكونوا منتجين هل من منظمات الآن عاملة تقدم يد العون لهؤلاء النازحين وكيف التعامل معها؟ نعم توجد منظمات منظمات أممية ومنظمات أخرى دولية بتعمل في مجال العون الإنساني في مجالات مختلفة اللي هو مجالات المياه والصحة ومجالات التعليم وهي شريك لحكومة الولاي بتقدم إساماتها في هذه المجالات ونحن بنشيد بالدورة اللي قاموا بيهم لكن نتطلع منهم إلى أدوار أكبر أدوار أكبر من أن يتم توزيع غزاء أن يتم توفير وسائل إنتاج أن يتم تمليك مشاريع حقيقية تسهم بصورة مباشرة بدلا من أن يدوم سمك يقع لهم كيف يصطاد السمك نعم نعم يعني تمليك وسائل خاصة إذا كان علمنا أنه الغالبين العظم من سكان الولاية بيعملوا بمجال الزراعة والرعي فإذا كوفرت لهم مشاريع زراعية كوفرت لهم المعينات والآليات الممكن تساعدهم في الزراعة ممكن أن يكونوا منتجين ومساهمين ويساهموا في الاقتصاد نعم في بداية حديثك ذكرت أنه يعني مواطن ولاية الغرب دارفور لم يكن استثناء من الحراك الكلي الذي كان في يعني فجر ثورة ديسمبر المجيدة فهناك مكونات سمت نفسها بمسميات مختلفة من بينها قوى الحرية والتغيير وهي القائمة على الأمر ومسيطرة على المشهد في كثير من المناطق أو في كل ولاية السودان فالعلاقة بين الحرية والتغيير وحكومة الولاية أولا يمكن يكون ولاية غرب دارفور بتتكون فيها مكونات حزبية أكثر من 29 حزب جزء منها هو جزء من مكون وعلا حرية والتغيير بالإضافة إلى حزاب الأخرى الموجودة بها الولاية الحمد لله يعني يمكن يكون الولاية يعني كلها في فترة الحراك السوري كانت على غلبي رجل واحد سيارة المسيرات والوقفات الاحتجاجية وغاموا بكل النشاط السياسي اللي بيسهم فيه إحداث التغيير المشهود وكان ليون دور كبير جدا أنا هنا في الولاية مجرد أن بدأت هذه المزلة وتم تكليفنا به إدارة شؤون الولاية التغينا بالإخوة في غوة العرية والتغيير اللي موجودين أو بكل الشباب السوريين اللي كانوا بيدوروا الحراك في تلك المرحلة قدموا كثير جدا من المذاكرات والمطالب اللي تم تنفيذ جزء كبير جدا منها وفي الموجهات حتى المجلس العسكري في تلك اللحظة وهم موجودين كأجسام نحن بنتطلع أنه نعتبر أنه والله السورة كلها سورة خاصة بكل الشعب التغيير الحقيقي ليس هو التغيير على مستوى الشعارات مفترض أن يكون واغع تغيير لكل الإنسان يجب أن يبدأ التغيير بنفسه ولا يغير الله ما بغوامن حتى يغيره ما بينفسه نحن نتمنى أن يكون التغيير المطلوب في كل الأشياء حتى أنه نسهم فعلا بتغيير النمط والحياة الحقيقية التي ننشدها خاصة إذا علينا أنه نحن جدامنا الكثير جيدا من العمل المحتاجين نبذل في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال المياه في مجال الكهرباء فدي كلها بتحتاج تضافر جهود كل الناس نبدأ بتغيير أنفسنا وبعد ذلك بتبدأ التغيير بنتغل عدوى التغيير للمجتمعات الصغيرة بعد ذلك للمجتمع الكبير حتى تعم يعني روح التغيير كل الولاية إن شاء الله نستصحب معنا كل المكونات الولاية في نهاية الهدف واحد إنه نحن نبني السودان اللي بنحلم به كلنا إن شاء الله عدوى التغيير وعدوى السياسة يعني تصيب معظم أفراد الشعب السودان يتعاطون السياسة كما يعني يتعاطون غيرها من الأشياء التي تضبط المزاج مثلا كالقهوة والشاي فالتعاطي مع السياسة بالتأكيد هناك أحزاب سياسية كبيرة وكثيفة ومتجذرة في ولاية غرب دارفور مثلها مثل ولاية السودان المختلف فالنشاط السياسي هناك إلى أي مدى يعني كذلك هؤلاء الذين يعني هم على رأس هذه الأحزاب السياسية هم شركاء في كل العمل والحراك إن كان في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتأكيد يعني لا بد أن يكون هناك دور لهذه الأحزاب السياسية والله هو ده فعلا هو ده شيء مطلوب يعني كل الأحزاب دي مفترض أنها في هذه الفترة بذات الفترة الانتغالية هي ليست فترة للحكم بالنسبة لهم هم كأحزاب وفترض أنه يلجوا إلى غواعدهم ويرتبوا نفسهم ويضعوا برامجهم اللي بتجيبهم في المرحلة الغادية المرحلة الانتغالية عندها فقط مطلوبات محددة أو أولويات حددت بعجرة أولويات من أول السلام ومن نهايتها محاربة الفساد وفيها العلاقات وتعزيز دور المرأة وتعزيز حقوق الإنسان هيكلة مؤسسات الدولة دي كلها مطلوبات الفترة الانتغالية الحكومة الآن الموجودة هي غادرة على إنها تنفذ هذه المطلوبات ويفغل خطة الموضوع اللي هي خطة المتين يوم واللي تم وضعه والليس الآن حاليا الموازن الخاصة بها العام 2020 بنيت وفغل هذه الأولويات إن شاء الله نعم أيضا الحديث يتواصل معك في هذا اللقاء الخاص وتعيين الولاء المدنيين هناك شد وجذب هناك بعض الخلافات وتباين فرؤ فيما يتصل بهذا الأمر كيف يؤثر هذا الأمر على ولاية غرب دارفور والله هو مطلوب ولاية غرب دارفور ليست بمعزل عن بغية ولاية السودان وهي كل الولايات تنشد التغيير وكلهم يحب المدنية وكلنا نحب المدنية الفرصة بالنسبة اليوم الآن مواتية إنه يعني الناس في النهائية يحددوا مطلوباتهم وينطلقوا لتحقيق أهدافهم إن شاء الله ليست يعني المزالة هي مزالة صعبة المزالة تطلب إرادة تطلب عزيمة تطلب تضحيات الوطن زي ما يقوله غالي والتضحية له لازم تكون كبيرة لأنه هو كبير نعم في ناس بيفتكروا أنه تغيير الولاي يعني أنتم جئتم خلف للولاي سابقين ويعني قضيتم هذه الفترة فاستبدال يعني من يقومون على أمر الناس كل فترة وأخرى دون يعني استقرار لمدى الزمن حتى يتمكن من إنجاز الخطط المعينة الولاي ربما أثر على مناحي كثيرة هي فعلا الفترة كانت فترة صعبة المحددات التي كانت مطلوبة خلال هذه الفترة هي خاصة بتوفير الأمن توفير السلع الضرورية الخاصة بفعاش الناس بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع التنمية الموجودة المحافظة على المكتسبات الموجودة الآن من خلال التشكيل لتكوين المجلس السيادي والتشكيل لمجلس الوزراء واللي بيدوروا يعني وضع الخطة السلاتية الخاصة بالمرحلة الانتغالية هي دي اللي بتضع الأساس للمرحلة المقبل إن شاء الله خلال هذه المرحلة الانتغالية هناك مطلوبات معينة مفترض تنفس خلال هذه المرحلة بما فيها اللي هو تكوين المجلس تحقيق السلام وتكوين المجلس التشريح وتعيين الولاة بعد هذه المرحلة إن شاء الله بتي المرحلة الخاصة به تكملت بقية الفترة الانتغالية الخاصة بالسياسة الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة وتفكيك مؤسسات الحزب البايد بالإضافة إلى مكافحة الفساد وهيكلة مؤسسات الدولة إن شاء الله السيدة الوالي أنتم توليكم لأمر ولاد غرب دارفور بالتأكيد وجدتم مشاريع لبنى تحتية قائمة وتعد إشراقات في ولاد غرب دارفور هناك خطط وهناك مشاريع طور التنفيذ فلو اتكلمنا عن هذه المشاريع التي استكملت والتي هي في الطريق أو حتى التي وجدتموها كخطط موجودة ربما تكون بشريات في المستقبل القادم بالنسبة لي من يأتون من بعدكم لتنفيذها حتى تعمل فائدة لمواطن غرب دارفور نعم الحق يغالي للولاية بها كثير جدا من المشروعات في مجالات الخدمات بالذات تم التخطيط لها بعض من هذه المشروعات بدأت العمل فيه والأخرى لم تبرح مكانها لذا ما زالت لم تتحرك يعني إحنا بدينا كان الهم الأكبر إنه المستشفى الجنين التخصصي خاصة إنه يعني كان حلم يراود سكان كل هذه الولاية بالذات لأنه نحن ركزنا كل جهودنا في تكملة هذا المشروع ولم نعتبره حيوي وضروري لها الولاية خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر بالإضافة لأنه ممكن يحقق عائد لها الولاية من خلال توفير خدمات السياحة العلاجية خاصة إذا كان نحن عندنا في دول الجوار بيشاركونا هذه الخدمات وبالتالي ممكن المشروع هذا يحقق يعني اكتفاء ذاتي مواطن الولاية توطين العلاج بالداخل بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية متطورة لأخوة في دول الجوار ولا الولايات المجاورة فيما يتعلق به بقية مشاريع التنمية الأخرى خاصة به الولاية يمكن يكون حسي الآن حتى اللحظة نحن عندنا مشكلة الكهرباء ولاية غرب دارفور عموة في مختلف المحليات وبذات في حاضرة الولاية في الجنينة فيها مشكلة بتاع الضحف الان قدرنا انه نوفر تمويل لعمل صيانة خاصة بها المولدات الكبيرة لزيادة الانتاج بما يغطي احتياج حاضرة الولاية أيضا هناك خطة طموحة جدا لتوفير محطة كهرباء إضافية بغوة 10 ميجاوات إن شاء الله بين يوم 15 واحد بيترى النور إن شاء الله وبيتصر على أصل دي بزيد كمية الانتاج بصورة كبيرة بتاع الكهرباء في الولاية واللي ده بيسهم بصورة مباشرة في توفير مشاريع تصنيع مختلفة صناعات تحويلية خاصة في مجالات الزيوت ومجالات الانتاج الحيواني وبالتالي الكهرباء ضرورية جدا هناك مشاريع خاصة بالكهرباء بعض المحليات خاصة محليات كيراني كلا يمكن أن يكون تم تنفيذ نسبة 40% منها ومتبغي المرحة الثانية وتم توريد المولدات أيضا بالنسبة لمحلية فور برانكا برضو نفس الكيفية تبغى الجزء الغليل جدا اللي هي توفير المحولات الخاصة به هذه الكهرباء وبطر النور إن شاء الله في الامن قدمنا خطة مشاريع خاصة بالتنمية الاقتصادية للعام 2020 وهي خطة طموحة جدا شملت كل مناحي الخدمات خاصة في مجالات الصحة اللي هو تعزيز الصحة عموما فيها الولاية من خلال تكملة كل المراكز الصحية فيها الولاية يمكن أن يكون فيها أكثر من 26 مركز صحي بكامل معداته وإمكانياته وإعادة تاهيلة أيضا تكملة مستشفى الجنيرا بالإضافة إلى فتح مركز تشخيصي علاجي خاص بأجهزة الرنير المال نطيسي والأشعة المقطعية وبقية الموجات الصوتية وكلها حتى إنه على الأقل يساهم بصورة كويسة فيه توفير تشخيص دقيق له الإخوة والأطيبة حتى إنه يستطيعوا تقديم علاج ممتاز بالنسبة لي أيضا في مجال التعليم مجال التعليم فعلا هناك غصور كبير جدا في الولاية خاصة في معينات التعليم إذا كان بنية مدرسية الآن يمكن أن يكون الخطة طموحة بتشمل تقريبا ما أقل من إضافة 200 فصل وتحويل كل الفصول المبنية من المواد المحلية إلى مواد ثابتة بالإضافة إلى توفير إجلاس إجلاس لكل يغطي كل المدارس الموجودة الآن أيضا اللي هو توطين الكتاب المدرسي خاصة إذا علمنا إنه يعني يمكن الولاية كان فيها مشكل كبير جدا الكتاب المدرسي غير متوفر في وزارة التربية بالولاية ومتوفر في الأسواق بتكلف عالي جدا المنهج يعادل أكتر من 700 جنيه في السابق طالب نعم ده بالنسبة لمدارس الأساس نحن الحمد لله قدرنا أهلنا المطبع الخاصة بالولاية واستجبنا لها الإسبارات حتى استجبنا لها كوادر فنية مختدرة ولا خبرة في المجال ده وبدأنا يعني الطباعة التجريبية قدرنا توفرنا 15% من احتياجات الكتاب المدرسي كمرحلة أولى للتجريب وبالفعل نجحت التجربة وصلنا أيضا بـ 15% المرحلة الثانية ولقينا التجربة ممتازة وده إن شاء الله حيساهم مساهمة كبيرة في توطين الكتاب المدرسي وتمليك كل طالب إن شاء الله المنهج الدراسي كاملا مجانا من موارد الولاية إن شاء الله وأيضا هناك برضو مساعي باية الاستفادة من المنح المقدم خاصة برنامجة الـ 2% بتاع التنفيذ على خدمات إلى إضافته إلى هذا المجال ونكون غطينا يعني حوجة الولاية من الكتاب المدرسي فيما يتعلق بها المرحب المعلمين يمكن الولاية بتشهد نقص بالمعلمين رغم الفرص الكبيرة اللي منحنا للتوظيف في هذا المجال ويمكن يكون وظفنا أكثر من 650 معلم في مجالات المرحلة الثانوية والمرحلة الأساس ورياض ما قبل الأطفال لكن برضو هناك بعض المشاكل اللي بتواجه هؤلاء المعلمين خاصة إنه المحليات الخارية دي محليات بتفتغر لبعض الإمكانيات ويطلب إنه توفير محفزات لهؤلاء المعلمين حتى إنه يستطيعوا وده من خلال السياسة العامة الخاصة بزيادة المرتبات إن شاء الله في الموازنة الجاية بيكون يستطيعوا أن يحققوا الرضا الوظيفة للمعلمين ويقدر يمشوا إن شاء الله حتى إنه تستغير العملية التعليمية في الولاية استمر العامة الدراسي بصورة قويسة جدا حتى على مستوى الجامعة يعني بدأت الدراسة في الفصول القبول العام 2018 وال2019 بالإضافة للفصول النهية يمكن يكون لبعض المشاكل الخاصة بعمليات اليواء اللي كان بوفر الصندوق أخرنا الفصول للمراحل الثانية من الجامعة حتى إنه يتم توفير مواعين سكن بالنسبة لهم إن شاء الله حينطلهم في مجال المياه برضو هناك خطة لزيادة الإنتاج بصورة أكبر حتى إنه يعني ينعم كل إنسان الولاية بخدمة المياه بصفة مستمرة وكل هذه إن شاء الله مشاريعي طموحة وضمنت ضمن الخطة بتاعة الموازنة خاصة بالعام 2020 إن شاء الله سترى النور في الغريب العاجل وتقول لا تعتبر بشريات الإنسان هذه الولايات اللي عانى كثيرا في الفترة السابعة حتى إنه يتم تعوده خاصة إذا كان علمنا إنه السيد وزير المالي والسيد الرئيس الوزراء بشروا به التمييز الإيجابي خاصة لسكان ولايات دابور خلال خمسة سنوات لقدام إن شاء الله حيكون التركيز في هذه الولايات وإن شاء الله تنعكس إيجابا خاصة مع بشريات السلام فبتحقل كثير جدا من الرضا والطموح لسكان الولايات إن شاء الله نعم سيد الوالي نحن نقترب يعني كثيرا لخواتيم هذا اللقاء الخاص معك ولكن الإعلام المحلي له دور كبير جدا والإعلام الشعبي فالحديث عن إذاعة التلفزيون في الولاية ومراسلين حتى يعكسوا هذا النشاط الضخم اللي أنت بتتكلم عنه وكمان يسهموا في استقرار المجتمع وينور المجتمع بالصروب كثير من الأشياء المطلوبة منه إنه يلعبها تجاه بلده حتى إنه تنهض كولاية واعدة نعم الإعلام نحن يعني الإعلام له دور كبير جدا خاصة إنه الآن الإعلام أصبح صناعة يحتاجه كثير جدا من المعينات والإمكانية الإنفاق نعم المادية والمعنوية نعم حتى إنه يستطيع إنه يلعب دوره الكبير جدا تجاه المجتمعات خاصة إنه أصبح يشكل الرأي العام في كثير جدا من المسائل في الولاية هناك محاولة لعمل غناب فضائية خاصة بالولاية كانت تكلفة عالية جدا يمكن أن نحن قبل شهري كان في ورشة في جنوب دارفور والتغى كل مدراء هاية الإزاعة بها الولايات في حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالة وأتم الاتفاق على مساهمة كل هذه الولايات في غناب وحديت تحكيس كل نشاطات ولاية دارفور وتكون من نيالة إن شاء الله نحن بالنسبة لنا في حكومة الولايات جاهزين أن نوفر فقط يعني هناك بعض المواد المحتاجة إلى العمل الفني بتعلق به الكوادر المفروض تكون موجودة في هذه المحطات حتى إنها تعكس بصورة قويسة وجه الولايات المشرق تبصر إنسان الولايات وبرضا هي بتكون فرصة طيبة جدا لعكس الفرص المتاحة للولايات خاصة في مجالات الاستثمار وده إن شاء الله في المرحلة جاهدة ستكون الخطة الخاصة به تفعيل دور الإعلام في ولاية غرب دارفور ويمكن نحن أيضا تقدمنا بطلب لكثير يقدمنا الغنوات المتخصصة بسودان بحيث أنه يوفر لنا فرص تدريب للكوادر الخاصة بإزاعة والتلفزيون غرب دارفور إن شاء الله يعني كيف تنظر لمستقبل ولاية غرب دارفور وهي تمتلك مقدرات بشرية هائلة وكذلك يعني جوانب تتعلق بالطبيعة إذا كان في الأرض أو حتى المناخات الملائمة لزراعة الكثير من المحاصيل إمكانيات يعني مهولة جدا تتمتع بها وهي إمكانات كامنة إذا بوجدت يعني الخطط والبرامج الفعلية والحقيقية ربما تفجرت واستطعت الولاية أن تكون يعني من الولايات التي يشار إليها الولاية يعني ولاية وعدة بها كثير جدا من الفرص الاستثمارية خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي بصورة كبيرة إذا علمنا أنه لسا الأراضي بكر فهناك بعض المشاريع الخاصة بها حكومة الولاية خاصة مشروع أهبيل الزراعي بالإضافة إلى مشروع الكثمبلي يمكن أن يكون ده فيه مئة ألف فدان لسا بكري ما تزرع هناك أيضا مجالات الصمغة الحشاب يمكن أن يكون الولاية فيها حزام بتاع الصمغة كبير جدا وغير مستغل وغير مستفاد منه أيضا الولاية فيها فرص بتاعته في مجال الزراع خاصة بمجالات الفواكه المختلفة في مجال الانتاج الحيواني الولاية بتتمتع بسروع حيوانية ضخمة جدا خالية من أي أمراض ويمكن نكون نحن في الفترة الفاتة استليمنا مكانة خاصة بأن تروجينا سائل واللي هي بتكون بعملية التلغيح الصناعي لتحسين سلالات الأبغار وسلالات الماشية الموجودة في الولاية الولاية أيضا بقى مطار الشهيد الصبيرة من أكبر المطارات ومطار ضخم جدا زي إمكانيات عالية عنهم ويستطيع أنه يستقبل حتى الطائرة العملاء الجامب أيضا دي كلها من الفرص والمحفزات لعملية استثمار الولاية فيها فرص برضو للإستثمار في مجال السياحة خاصة بأنه فيها مناضج طبيعة خلابة وتتميز بإمكانيات كويسة جدا ففرص برضو أنه يتم إستثمار في هذا المجال مجالات التجارة المختلفة هي ممكن مجالات الصناعة في كل المجالات صناعات الحديد، الأسمنت، صناعات التحويلية الأخرى خاصة بمجال المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية الولاية واحدة وفئة فرص ويمكن هناك كتيبات تعرض في هذا المجال موجودة يمكن أن يكون مشاركة الولاية في معرض الخرطوم الدولي في الدورة الغادمة هناك فرص كبيرة جدا ومشاريع كبيرة مطروحة لإستثمار إن شاء الله سيد الوالي في ختام هذا اللقاء الخاص هل من الرسائل يمكن أن ترسل للمشاهدين عموما ولمشاهدي ولاية ضغرب دارفور بالتحديد على أن يلعقوا دورا معينة في مجال معين حتى ترتقي هذه الولاية؟ والله نحن سعيدين جدا وإن شاء الله بنقول أن هناك كثير جدا من التحديات التي يتواجه حكومة الولاية حاصة في هذه الزروف فيما يتعلق به استمرار تعزيز وتوفير الأمن بالإضافة إلى الاستمرار في محافظة على الموسم الزراعي من خلال اكتمال عمليات الحصاب ونطلب من كل الحادبين على مصلحة الولاية وكل المكونات وكل منظمات المجتمع المدني المساعدة في هذا الأمر والمحاولة في الاستفادة من الإمكانيات وقدرات رجالات الإدارة الأهلية الموجودين في استمرار تعزيز النسيج الاجتماعي بها الولاية والمساهمة في إرسال ثقافة السلام والتسامح ما بين كل مكونات الولاية إن شاء الله وهو المخرج الوحيد إلى الولاية إلى بر الأمان إن شاء الله نعم في ختم هذا اللقاء الخاص نحن نتقدم إليك بجزيلة شكرا سعادة اللواء أركن عبدالخالق بدوي والولاية غرب دارفور على أن تفضلت بهذه الاستضافة وهذه المعلومات في مناح مختلفة تخص حياة الناس هناك في غرب دارفور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا كتخير وكبارك الله نحن سعيدين بهذه الاستضافة ونقدم لكم الدعوة إن شاء الله لزيارة ولاية غرب دارفور وعكس كل النشاطات الموجودة بهذه الولاية إن شاء الله نعم شكرا لكريم دعوتكم وشكرا أيضا لهذا اللقاء معك اللقاء الخاص الذي جمعنا بك سعادة اللواء أركن عبدالخالق بدوي والولاية غرب دارفور أشكر لكم أنتم أيضا المتابع مشاهد الكرام أينما كنتم حتى الملتقى بكم في مساحة أحب لكم تحياتي وفريق العمل في أمان الله اشتركوا في القناة